ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله عناصر الوقاية المدنية وحضر رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية وحج إلى المكان جمع غفير ينتظر إيجاد الشاب الغارق وبعد محاولة فاشلة استجدت عناصر الوقاية المدنية بغطاسين في محاولة لإيجاد الجدة المفترضة وبعد مرور حوالي خمس ساعات على محاولاتهم خرج الشاب من بين الأشجار الغابة المجاورة بدون ملابس وهو يضحك مخاطبا الجميع بأنهم ذهبوا ضحية مقلب كاميرا خفية وحسب مصدر ماروك أخبار يوميا الذي نقل القصة فالمعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية وأراد أن ينتقم من عائلته نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يوميا